بسم الله الحمد لله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم انا سعيد جدا بالإمباكت اللي حصل للفيديو اللي فات اللي هو السينيور مهم ولكن والحمد لله انت وناس كتير لقيته مفيد واضف لهم وعشان كده النهاردة انا بتكلم على موضوع تاني وهو مهم جدا ملحق بالموضوع الاولان الموضوع الاولان اتكلمت ازاي تعمل تسك منتجة واسم مديتش مسال عملي فلقيت ناس كتير يتكلمت في موضوع مختلفة اه على الانترنت وبناء على هذه التقليقات انا حابب اعمل بعض التوضيحات واتكلم بالتركيز ازاي تقدر تعمل تسك تعلي البرودكتفي هادي مسال كامل بجميع اجزائه طب من المستهدف بقى من الفيديو دوت السينيور الجونيور البرودكت اونر او الفريق اللي بيحضر اه الباكلو جرومينج ميتي اه انا كشخص اه اعملت كاداري وكتقني وكديفيلوبر وبعمل في التلاتة دول مع بعض في نفس الوقت يعني الحمد لله اه كشخص اه بشكل عام مسئول مسئولية مباشرة عن اه نجاح او فشل المشروع اه وبيكون طبعا اه اه يعني لازم رغم ان انا شخص الفوكس بتاعي تكنيكل انما اتأكد ان البروصيس بتمشي بشكل سليم اه انا مش سكرام مستر طبعا لكن انا بشكل عام عايز ان البروصيس تكون برودكتف وعشان كده تليني احنا بكلمك بقولك ايه بقوم متناقش مع البرودكت اونر عشان اتاكد وعمل شغله صح باتناقش مع مش هارفي ده مش تدخل الفكرة في الموضوع ان انت ان احنا بنعمل مثلا زي متقول ميتنج اه ريجولر كده بنتأكد ان احنا في حالة برودكتف وده ميتنج ممكن تعملوه يعني ده ميتنج بسيط جدا انت بتعمل مجموعة من المقاييس عندك في المؤسسة اه لو انت قدرت تقيس كل اسبوء كل بتخلص كم مسلا وكل مسلا كم بتتحل وهكذا بقى طلع مجموعة من المقاييس الخاصة بيك اه والمقاييس ديت اللي بتطلحها اللي هي بتحس انها بتخليك عشان كما مش هايزة اقترح عليك حاجة انت ممكن تكون شايفة مش وبتجتمع انت اه مع المسؤولين عن نجاح المشروع اللي هو بيكون انت شخصيا اه مثلا اه او اي طرف ممكن تكتفي بكده او اي طرف او اي طرف او اي طرف يعني انت حسوا ان هو مؤسر في نجاح هذا المشروع وبحسب حجمه طبعا الاجتماع ده بتعملوه ليه بتعملوه عشان تقيموا اه الفترة اللي فاتت او اللي فاتوا او اللي فاتوا هل انتوا فعلا انت اكتبوا بشكل جيد ولا لا وتدروا تقييم اه ده جزء من حاجات اللي بتأثر في بس انا هرجع تاني للنقطة الاصلية انا بجايب اتكلم في ايه انا جايب اتكلم في ازاي تكتب تاسك برودكتف انا شو كان في البروستس ككل بس باتكلمك ان انت كشخص تكنيكل اه انا مش واحد بتاع اجائل ديفلوبمنت ولكن اجائل اي اسف اه سكرام ماستر او كده ولكن اه شخص نقني ينظر الله من ناحية اه من ناحية نجاح المشروع طب تعالوا بقى نبص كده ازاي نقدر اه ننجح المشروع وكلام دوت لو انت مدير او زي ما قلتلك جونيور او سينيور او او برودكتو قوضى انا عشان الميتنج اللي هو بتاع الباكلوب جرومينج ده لازم قبليه تكون انت مجاهز التسقاط باكبر ديسكريبشن ممكن ليك قبل الميتنج طب ليه بقول اكبر ديسكريبشن ممكن ليك يعني اكبر توضيح انا هقول مجموعة من الخنات اللي انت المفروض تكون ماليها من قبل كده واللي انت بتحسنها مع التين في الباكلوب جرومينج اول حاجة عشان الميتنج ده لازم ما يكونش طويل جدا يعني هيكون مسلا ساعة الى ساعتين باقصى دقرجة ممكنة ولازم ان انت اه انا عايزك تحضر تشوف في فيديوهاي ليه بتكلم عن ازاي تعمل الاجتماع منتج لان انا بوظم اجتماعات اه عند الناس كتير جدا بتكون غير منتجة وبتكون فيها كلام كتير اوي فانت عايز تعلي الكفاءة لان الكستر بتاع الاجتماع ده عالي جدا انت بيكون حاضر معاك في الاجتماع دوت اه فريق عمل كامل يعني انت لو الفريق الحاضر دوت فيه خمسة او ستة او سبعة انت بتكلم في ان انت ساعة الفرد في سبعة فاحسب بقى اه قيمة الاجتماع ده هتكون كام فبالتبعية انت لازم تعالي الاجتماع ده جدا تاني حاجة المسؤول عن الاجتماع دوت هو البرودكت اونر اه طيب فعشان هو المسؤول عنه والمفروض هو اللي عالي البرودكتفتي فالمفروض يحط التسك باعلى ديسكريبشن ممكن بحيث ان هو يقلل ان يعضي الشح بقى للناس ويكتر في الكلام وهو نفسه مش فاهم التسك كويس ومش هو وضحاله كويس فلانا تكون الاسكال وضحالك زينيا كويس جدا لازم تكون عارف ايه الاستفسارات اللي عايزها متين يعني شفته اه كمانت السامح دابس اه في التعليق بتاعه على الفيديو بتاعي وده كان تعليق صراحة قيم وكويس جدا لما قالك ان احيانا بيكون السينيور ديفولبر عارف اكتر في السيستم من البرودكت اونر وده صحيح لان ممكن يتغير البرودكت اونر فساعة ادا بتلاقي السينيور ديفولبر هو السورس فتروس وده صحيح اه كود هو السورس فتروس وده صحيح اكتر ده من يفروض تهتم جدا بالايه بالكلين كود انك تكتب كود يتفهم بحيس لما حد يقراه يلاقيه سهل ويعرف يطلع منه البيزنس وده بيحصل ان احنا بيكون احد التسكات ان احنا عايزين نعرف الناتج ده طلع ليه الحتة دي كانت بتعمل كده ليه لان حتى ال اونرز اللي جوه المصنع انا بكي ما بديك على مثال في واقع عملي على مصانع احنا من درها وسيستم من 54 موديل مختلف فانت بتلوقتي الناس اللي جوه المصنع دول نفسهم بيتغيروا كموديلين فنفس اللي طالب التسك مبقاش موجود الحاجات دي بتبقى دوكومنتد بس احنا الدوكومنت دوت من كتر حجم الدوكومنت محدش بيبص فيها وحيان بيحصل لها صدق والمعلومة بتحصل لها صدق في كل حتة بيحصل لها صدق حتى في دماغي السينيور ديفيلور اللي كان عامل الجزئية دي واللي هو ممكن يمشي واللي ممكن البروداكتور دي يمشي فيفضل الكود هو اللي شايد التروث الحقيقة فدوات بيديك اهمية قدقي انك تعمل طب ارجع للنقطة الاصلية بقى لا ازاي تكتب تسك حلوة بس دي كل لها حاجات لواحق خاصة بالهاي برو دكتفتي وكان لازم تذكر طيب انا دلوقتي زي ما قلنا جزء في دماغ سينيور ديفيلور فيه جونيور مش فاهم حتة فيه كذا فيه كذا انا عايز الوقت بتاع تنفيذ التسك يكون تيكنيكالي قوي فبالتباعية انا عايز اخد البيزنس كله في القعدة دي عشان لما حد ياخد تسك ينفزها يكون الفوكس بتاعه ايه لكيز معي تيكنيكال قدر الامكان يعني يكون الفوكس بتاعه 10% إلى 20% بيزنس والـ 80% باقي كلها تيكنيكال ما يكونش وهو بيعمل الطسك 50% بيزنس 50% تيكنيكال لان البيزنس هياخد وقت التسك كله وهتلاقي التيكنيكال بقى أقل ما يمكن وتبعي أيها البيوتر اكتفتيتها طبوز يبقى الميتنج ده عشان نعلي الفهم بيزنس لكل الناس ونكتب التسكب اه صح طريقة ممكنة بحيس لما واحد ياخدها ويستلمها كده يعرف يلفزها. طيب ده بيتعامل امتى? بيتعامل قبل 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 ما بيتعملش في نفسه. تمام? ليه? عشان انا بجاهز نفسي للتسكات اللي هتنزل في اللي جاي. ممكن مش كل التسكات اللي حصلت في دي هتنزل في اللي جاي. هل الكل لازم يحضرها والجونيورز? لا مش شرط برضو كل لازم يحضرها والجونيورز بس اهم حقيقة بس لازم اكبر اه لازم على الاقل يحضروها السينيورز يعني اه ممكن بعض الجونيورز وممكن يحضرها التيم كله وما فيش مشكلة خالص. وبالبالبالعكس احان بيكون ده افضل. انا ليه بقول كده عشان ما حدش عقد الموضوع لك انا هحضر التيم كله انا هحضر كل الناس ديت ويدخل نفسي نفسه في قصص. لا مش شرط قوي كده. بس ليه لازم الكل يحضرها لان المفوض لو واحد او الافضل اللي كل يحضرها لان الجونيور ده لما بيشوف التاسك بنفسه وبيشوف المناقشة عليها بيحصل له فهم كامل وبيسأل اسئلة اللي بتخليه بعد كده مش محتاج انه هو يعرف تفاصيل اخرى وقت تنفيذ التاسك. طب نرجع تاني بقى الباكلوك جروميك ده. هنعمل التاسك ازاي? خلاص هو عمل التاسك already. انفروض التاسك يكون مكوناتها الاقل مكونات مفيدة في التاسك. اقل مكونات مفيدة للتاسك من وجهة نظري. غير انت. غير. خلي بالك. بس اهم حاجة ما تهملش. اول حاجة ديسكريبشن في التاسك. الديسكريبشن هو اللي بيوصف التاسك دي ليه. وهاخد تاسك عملية. اه لسه عاملين اه واحدة تشبه لها التطوير بتاعها قريب. كان فيه تاسك دلوقتي التاسك ديت بتعمل ايه? اه التاسك ديت عشان نقدر نقول ان في انس ان واحد عمل شغله. يعني بتنزله التاسكات اليومية هي تاسكات متكررة. ده عمال. عمال جوع المصنع بينضف بيرت بكاراتين بيعمل حاجات. فالعامل دوت معاه موبايل يعني وبيقعد يكتب اه في الهند دوت اللي هو يعني كأنه موبايل يعني بيقعد يحدد ان التاسك دي خلصت تاسك دي خلصت تاسك دي خلصت عنده. فالكونتكس ده عم يحتاجين نفهمه. ان هناك عامل وقادة العمل يعمل داخل المصنع والعامل سيستعمل ازي الهند عشان يستطيع ان هو يحدد اه يحدد تاسكات ينهي التاسكات الدورية اوزا للموبايل اللي جاء. طيب اه هنيجي بعد كده. يبقى احنا حددنا اللي هو اللي حوالي التاسك وفيه بعض الناس اللي بتقول ايه اه 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 اي وانتو ان اردر تو. لو انت عايز تكتبها بهذه الصيغة المهم ان انت توضح اه اقل ما يمكن اه من الكلام اللي يخلي لما يجير التاسك في تكر الكنتكست اللي انتو كلمتو عنه في الباك لوج جرومي. وخلي بقى لك شوف الراغي اللي احنا قلنا ده ده بيوضح بقى في الباك لوج جرومي. وما تكترش في الراغي اكتر من لازم. ما توقتش بقى تشرح في التفاصيل وان العامل وان كزا وتكبر في الكنتكست خاص والكنتكست الصغير كافي زي اللي تحط في في الفيديو. انت ممكن تقول ايه ده? يا نها ربي ده سبع دقايق ده تامن دقايق ده. ده انت لو وصلت الحتة دي بقى شيء كويس. اللي هو الفيديو الصغير اتخيل بقى في الواقع. فانت دلوقتي بنتكلم ان انت خليها في حوالي عشرين تلاتين سانية. زي ما في الفيديو دوت بتوضح. طيب. تعال بقى نشوف بقى الحاجة التانية المهمة. انا دلوقتي ك محتاج تكون رسمتلي عشان الناس تعلق عليه. طب دوت اه ممكن يكون شكله عامل ازاي? هترسم رسمة كده قادي اهول لشكل الموبايل وتقوم حاطة التاسكات وفوق بعضيها. وتقوم حاطة في الاخر بتكتب هنا تاسك آآ آآ وتقوم في البوتون تعمل بوتون وتكتب طيب من ضمن الحاجات في التاسك دي دي هو ان فوت ياخد صورة. يعني هو لو وردت بحاجة او نظف مكان فوت بما بيعمل فينش بيطلب ان هو يفتح صورة. فبتقوم رسم الصفحة اللي بعدية بتقول ان بعد الصفحة ديات بتفتح صفحة التصوير عشان يعمل تصوير بالايه? بالموبايل. وانه هو لما بيني عاملية التصوير بيعود للصفحة وايه? وبيكتب له ان الصورة اتقطت وايه ودوس فينش. او تظهر الصورة مسلا ومكتوب تحت فينش. فلما يدوس يقفل. شفت الاو او دي? ما تحصلش غير لو انت حاولت ترسم الكونتكست. هيجي بقى واحد من اللي قاعدين يقول لك ايه? طب انت دلوقتي المصنع دوت ليه تلات اه ليه ست فروع في العالم. اه هناخد بتاع مين? بتاع السيرفر ولا بتاع الكلاينت? شفت? الحتة دي مهمة جدا مجد. فانت ساعتها هتلاقي نفسك ما كنتش واخد بالك من النقطة دي. وهذا السؤال بيتسائل من احد الديفولبرز. فبنقم كاتبين. نضيف بقى على التاسك. فنكتب في الاكسبتانس كريتيريا. اه هنا بقى السيرفر ممكن يخد داخل حتة مشان انا انبطلها بسرعة. ان السيرفر ممكن يقول لك ايه? يقول لك اه اه احنا هنا احسن حاجة نسجل الطايم اه بالاوفسيت بالا يعني هنسجله كأنه ولما نيجي نعرضه للكلاينت هنعرضه حسب الطايم زون بتاعته. فاحنا سجلنا الطايم بطريقة ستاندرد لكل الناس وبنعرضه حسب الطايم زون فبطبعا كل واحد لما بيفينش بيفينش بالاستاندرد تايم بس لما بيجي يشوف هي خلصة امتا بيطلع له السنب تايم زون بتاع فبيطلع له مزبوط عليه. فممكن يكون هزا اقتراح رائع يعني ويتنفذ. فساعتها هيكتب بقى. هيكتب في الاكسبتانس كريتيريا. هنجب بقى في الاكسبتانس كريتيريا والكالتالي. ان المستخدم يستطيع ان ينهي اه اه تظهر التاسكات الدورية في صفحة المستخدم. يستطيع ان يضغط اه عندما يضغط المستخدم على زرار فنش. اه يمكنه اخد صورة اه اخد صورة. اه بعد اخد الصورة تظهر في صفحة الصورة. اه اسمه دوت عند انهاء التاسك تسجل بالزمن الخاص. اه بالزمن عندما تظهر اه تاريخ الانهاء للمستخدم تظهر له بالتاريخ الخاص به. ادي ما ينفعش يا الله. بص تاريخ ما ينفعش يا الله. كل حاجة مصبوطة وكل حاجة مكتوبة واخر اخر حلب. طب ممكن احتيسألك بقى طب التاريخ دي يظهر فين? قل له اه هتزيره في الجنب بقى بتاع تسكر الرسم اللي بترسمتها دي والتسك التويلة دي تقول اه هتزيره في الحتة دي ازا انت كنت تنسيتها فهتقوم انت مطلحها ورسمها بقلم كده. اه على الشاشة او بالمواوس كده. تقول له في الحتة دي. عادي يعني. خلاص وتزبطها. مش عايز تزبطها في نفس الوقت. قل له هزبطها وحطها. خلاص? بس الفكرة في الموضوع شفت ظهرت حاجات واحنا بنتناقش. زي ما انا بنتناقش معاك كده. لان انت وانت بتعمل تسكات كتير مش هتقدر تتفكر في كل ده. صعب عليك فده اهمية وجود ايه? هزا التيم. عملنا. هنا بقى تلاقي واحد من اللي قاعدين يقول لك ايه? على فكرة الموضوع دوت هيأثر معانا في اللي بنطلعه في الصفحة الفلانية. اه الموضوع دوت المفروض يأثر لان احنا كنا الاول بنعتبر ان المدير هو اللي بيخلص التسكات. كده بقى عندنا حد تاني بيخلص التسكات. هل المفروض اه 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 اللي خلص التسكي الكتب هو مدير ولا شخص ولا احنا نقلنا المهم دي اه وما الى زلك. وتبدأ ولان السنور زي ما قلنا هو عارف حاجات. على فكرة بيحصل كده في الميتنج والله. تلاقي السنور واحد آآ جونيور مسلا يوم يقول لك ايه? عافية انا اشتغلت حاجة تابعة دية في المكان الفلاني بالكده. اقوم السنور يقول اه صح فعلا شاطر كويس انك خدت بالك. ده اللي هتأثر في كزا ودي هتأثر في كزا وبتاعتم انت كاتبين ايه? وانحاول برضو نقل اللا. طب اكتبنا في ايه المناطق اللي هتتأثر? تمام? آآ اخر حاجة بقى ايه? نوتس فور تسترز. هتأتي بقى نوتس للتستر. ان انت المفروض تخلي الدفايس بتاعك بديفرن تايم زونز والتيست على ديفرن تايم زونز عشان تتأكد ان التاسك بتتظهر حسب كل تايم زونز في التوقيت الصحيح الخاص بها. ايه رأيكم? متكاملة ولا مش متكاملة? تمام? وبكده يكون عندك تاسك متكاملة. مش لازم كل الفيلز تتملي. اهم حاجة ديسكريبشن والاكسيبسانس كريتيريا. الواير فوريم آآ ازا كان موجود يبقى مهم جدا طبعا. الى ازا ذكرت في الاجتماع لابد ان تكتب. وآآ النوتس فور تسترز. ازا كان التاسك دي اتمحتاجة طريقة معينة في التستنج. ممكن تكتب له نوتس هنا تساعده. او حتى ارجع لفلان عند التستنج. بس طبعا دي في الحالة السيئة قوي اللي هي ارجع لفلان عند التستنج. الافضل ان انت تكتب نوتس عملية في ده. الحاجات دي مش تاخد منك وقت كبير. احنا خلصنا تاسك كاملة آآ بكمية اجزاءها بشرحها في بضع دقائق في دقائقين تلاتة. يعني انت لو افترضنا ان التاسك تاخد آآ مننا في المناقشات دي خمس دقايق. يبقى انتو تقدر في الساعة تعمل كم تاسك? هتقدر تعمل آآ ستين آآ على الخمسة يعني تقدر تعمل حول اتناشر تاسك. ودي كافية تيملا سبرينت. طبعا انا هنا عارف ان في حاجات تاخد وقت اطول وحكاية تاخد وقت قلق. انا بكلمك دلوقتي بحسبة القعبة بتاعتنا دلوقتي لما عملنا تاسك متكاملة بالشرح الخاص بها. آآ انا شكر لكم ان انتو سبرتم عليها كل الوقت دوت يا ربي يكون الفيديو ده نفعكم. اكتب لي في التعليقات ايه اللي بتعاني منه آآ في الشغل عندك آآ من موضوع التاسكات. اكتب لي تعليقاتك اللي عجبك في الفيديو ونفعك. آآ وايه اللي انت تحب توصله. ممكن يكون مفيد زي الاضافة بتاعت آآ شمهندس السامح لما اتكلم على اهمية السينيور آآ في ال آآ وانه عارف البزنس وازاي نكون ده هو دي فعلا في الاخر بالطيف للناس في الحلقة اللي جاية. اشوفكم على خير وشكرا ليكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.